لو انت طلع اجازة اسبوع او اسبوعين ففي شوية حاجات ممكن تعملها علشان تقلل من نسبة حدوث سرقة او اقتحامل البيت وانت مش موجود يا اما تركب كاميرات مراقبة يا اما تركب جهاز انظار يعمل سرينة عالية لو حد دخل البيت انا قصدي ان يبان للناس من بره ان في حد ساكن في البيت ومفيش حد اصلا في البيت النهاردة هنقشح طريقة ممكن نعملها بنظام الهم اسيستنت الاسمارتهم او البيت الزكي ممكن تعملين الحركة دي ان انوار البيت تعمل بطريقة عشوائية بس في نفس وقت منطقية بحيث يبان للناس من بره ان في حد عايش في البيت تعالوا نشرح الفكرة اكتر دلوقتي نظام الهم اسيستنت فيه تسجيل لكل الاحداث اللي بتحصل في البيت سواء بقى اضاءة بتطفي او بتشتغل او ستائر بتتفتح او بتتقفل او تلفزيونيات بتشتغل او بتطفي كل ده بيبقى متسجل في الهيستري بتاع الهم اسيستنت تخيل بقى معايا كده لو فيه امكانية او بلاجين في الهم اسيستنت نقدر نديها التسجيل ده بتاع اسبوع مثلاً ونقول البلاجين دي خلي الهم اسيستنت يشغل الاضاءة ويضفيها ويشغل التلفزيون وضفيه ويفتح الستائر ويقفلها زي ما حصل في التسجيل بتاع الاسبوع اللي فات مش كده هيبان ان فيه حد قعد في البيت اعتقد الفكرة مش وحشة لكن لازم تبقى انبلغ الجرام بتوعك قبلها ان الموضوع ده هيحصل في البيت لاحسن يفتكروا ان فيه حد قعد في البيت بجدوى باللغة البليم المهم الطريقة اللي احنا شرحناها دي ممكن ننفذها عن طريق ادون موجودة في الهم اسيستنت اسمها اسمها presence simulator والادون دي علشان نضيفها هنجبها من الهاكس او الهم اسيستنت كميونيتي ستور اللي مش ماهم ايه هو الهاكس ده هسيبلكوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن علشان تعرفوا ازاي نعمله سيتاب وازاي نقدر نجيب منه ادونز مفيدة للهم اسيستنت المهم عشان ننفذ الفكر دي احنا محتاجين اربع حاجة اول حاجة ان انت تكون شغال بنسخة الهم اسيستنت السوبرفايزد او الهم اسيستنت او اوبريتنج سيستنت ثاني حاجة ان يبقى منسطب عندك جوه الهم اسيستنت الهاكس اللي قلنا عليه والستوديو كود سيرفي ثاني حاجة ان يبقى امكانية تسجيل الهيستوري جوه الهم اسيستنت متفعالة ورابع حاجة ان احنا نسطب البرزن سيميليتور تعالوا نشوف اول حاجة نعملها وهي اننا نتأكد ان امكانية التسجيل بتاعت الهيستوري متفعالة في الهم اسيستنت الحقيقة ان الامكانية دي بتبقى متفعالة باي ديفولت يعني هو الهم اسيستنت بيجي والانكانية دي متفعالة فيه لكن انا لما جيت جربت البرزن سيميليتور ان ما اشتغلش غير لما انا فعلتها مانيول وعلشان تفعالها كله هتعمله انك انت هتفتح الستوديو كود سيرفر وتروح تفتح ملف الكونفجريشن دوت يعمل وتزود السطر ده هتيجي في حتة فاضية كده وتدوس انتر وتكتب هستوري نقطتين فوق بعض وبعد كده تدوس انتر وبعد كده تعمل ريستارت اللي هم اسيستنت علشان التغيير اللي انت عملت في الكونفجريشن دوت يعمل ياخد التأثير بتاعه بعد كده هنروح على سيكشن الهكس اللي موجود على الشمال وندوس على انتجريشن وبعد كده ندوس على زرار explore and download repositories وفي السرش فوق هندور على كلمة presence simulator وبعدين ندوس على كلمة present simulator اللي هتظهر لنا في السرش ونعمل download وبعدين نعمل رستارت تاني اللي هم اسيستنت بعد ما الهم اسيستنت يبتدي هنروح على جوزئية settings وندوس على devices and services وبعدين زرار add integration وبعدين في السرش هنكتب presence simulator وندوس على إمكانية present simulator اللي طلعت لنا في السرش هنا هيفتح لي window علشان أحط فيه أسامي الأجهزة اللي present simulator هيشغلها ويطفيها لما يبقى متفاعل الخانة اللي بعد كده في الويندو ده هي عدد الأيام اللي present simulator هياخدها من التسجيل بتاع الهم اسيستنت والخانات اللي بعد كده ممكن نسيبها زي ما هي بس ما ننساش نفاعل إمكانية restore status after simulation طب دلوقتي هنا لازم قاعد أملى الأسامي بتاعت الأجهزة كلها أنا عندي اقتراح احنا نعمل جروب في كلمة اللي احنا محتاجين نشغلها مع present simulator ونسمي الجروب ده vacation lights وبعد كده ندي الجروب ده لل present simulator وهو بقى يتعامل معاه فاحنا هنروح على جزئية helpers وندوس على create helper وندوس على group ونختار light group وندي للجروب ده اسم أنا هسميه زي ما اتفقنا vacation lights واقعد هنا بقى أزود كل اللمض اللي انا عايز أضمها للجروب ده وفي الآخر هدوس على submit كده بقى عندي جروب بتاعي أرجع بقى لجزئية integrations ودوس على add integration ودور على present simulator وفي اول خانة هكتب light.vacation underscore lights ودوس على submit كده ال present simulator اتصطب على ال home assistant وبقى جاهز للتشغيل السؤال بقى ازاي شغاله؟ انا هنا عندي طريقتين يا اما شغاله manual يا اما شغاله automatic خلينا الاول نتكلم في الطريقة المانيول دلوقتي انا لو رحت للشاشة الرئيسية بتاعت نظام home assistant وفوق على المين ضغطت على علامة العدسة المكبرة دي عشان اعمل search وكتبت simulation هتلاقي ان فيه switch جديد اضاف للhome assistant اسمه switch.presence underscore simulation فانت لو دوست عليه ممكن تشغل present simulator او توقفه دي كده الطريقة المانيول بس طبعا الطريقة دي مش احسن حاجة خصوصا احنا بنتكلم بقى في ال home assistant والautomation وازاي كل حاجة في البيت تتصرف بطريقة automatic فايه رأيكم نعمل فكرة نخلي present simulator يشتغل automatic لو احنا مش موجودين في البيت ومسافرين في اجازة الفكرة ان احنا نعمل تقويم او calendar جوه ال home assistant ونحط جوه ال calendar دي event او تواريخ الاجازة بتاعتنا وبعد كده نعمل automation يخلي ال home assistant لما يعرف ان دي تواريخ الاجازة يشغل هو presence simulator automatic فتعالوا كده نعمل موضوع خطوة خطوة اول خطوة ان احنا نعمل calendar ونسميها vacation calendar فانا هروح على section settings في ال home assistant وبعدين ادوس على devices and services ودوس على زرار add integration واعمل search على calendar ودوس على local calendar وهنا حدي ال calendar بتاعتي اسم انا هديها اسم vacation time ودوس على submit كده ال calendar موجودة تعالوا بقى نحط فيها مواعيد الاجازات اللي هنسافر فيها فهروح هنا على الشمال على جزئة calendar ودوس على add event واكتب اسم ال event بتاعي واختار ال calendar اللي انا هحطه فيها انا هنا هحطه في calendar اللي اسمها vacation time بعدين اختار التوريخ بتاعتي من كذا لكذا ودوس على add event كده احنا جاهزين بقى عندي ال calendar وحطيت فيها التوريخ تعالوا بقى نعمل automation اللي يخلي ال home assistant لما التوريخ دي تيجي هو يشغل present simulator automatic فهروح تاني على section بتاع settings وندوس على automations وبقى ندوس على create automation وبعدين create new automation ونيجي ندوس بقى على add trigger وندوس على calendar ونختار ال calendar بتاعتنا اللي هي vacation time ونسيب جزئة ال event على event start بس هدي هنا لل trigger ده id وسميه start وبعد كده هدوس على add trigger تاني وندوس على calendar ونختار ال calendar بتاعتنا وهنا هنغير ال event ونخليه event end وندي لل trigger ده id ونسميه end اللي انا عملته ان انا عملت اتنين trigger واحد يبتدي present simulator واحد ينهي present simulator وديت له كل واحد id واحد اسمه start واحد اسمه end تعالوا بقى نتنقل على جزئة action اللي هي التنفيذ بتاع ال automation نفسه هنعمل ايه؟ عند جزئة actions هختار choose هنا هيدديني option 1 هقوم دايس على add option عشان يديني option 2 يبقى كده بقى عندي اتنين options عند option 1 هدوس على add condition واختار triggered by وهنا هختار trigger الاولاني اللي اسمه start وعند جزئة ال action هدوس على call service واختار presence simulator start وبعد كده في option 2 هعمل نفس الخطوات هدوس على add condition واختار triggered by بس هنا بقى اختار trigger اللي اسمه end وعند action هدوس call service واختار presence simulation stop وبعد كده ادوس على save خلاص كده ال automation خلص بعد كده لو انت مسافر في اي حتة كل اللي عليك تعمله انك تروح على ال calendar اللي اسمه vacation time وتحط التواريخ اللي انت هتبقى مسافر او مش موجود فيها والهم assistant automatic هيشغلك present simulator اللي بدوره هيشغل بقى الاضاءة او اي اجهزة انت ضفتها لل present simulator كأنك انت موجود في البيت بالزبط دي فكرة من ضمن افكار كتير ممكن تنفذها بالهم assistant علشان تخلي بيتك مكان اكثر امانا واكثر توفيرا للطاقة واكثر رفاهية واحنا كنا شرحنا حلقات كتير قوي على الهم assistant حسبها لكم هنا عشان تفرجوا عليها والحلقة جديدة على بيتكم ما تنسوش اعمل لايك وسبسكرايب وشير واشوفكم في الحلقة الجديدة ان شاء الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة مثل اشتركوا في القناة يزيان دور الم Пока